أو اختلاف حضرتك مع اللي بيرجع المشكلات دي إلى بعض الأسباب بعض الناس بتقول اتحاد الكرة لا يمتلك فيه غالبيته الخبرات بعضهم غير مؤهل ولا يمتلك الخبرات فبالتالي الأمور بتخرج عن إطار التنظيم الدقيق والصحيح والعلمي البعض الآخر بيقول فيه مصالح ومجملات وحسابات لإرضاء هذا الشخص أو هذا الكيان أو ذاك البعض الآخر بيقول لا إحنا كده متحملين على اتحاد الكرة وإحنا محتاجين كل الجهود تتكتف نبقاش بس بنعلق كل الأخطاء على شماعة اتحاد الكرة والأندية لازم تتعاون إلى آخر هذه الأمور إيه الرأي أو النقد اللي حلاك شايفه موضوعي وبيكمل أسباب المشكلة اللي حلاك وصفها